إمتى نستخدم do وإمتى نستخدم make خليك متابع معي أهلا بكم في قناة إزوية النهارة إن شاء الله هنعرف استخدام الفعل do واستخدام الفعل make الفعل do بيستخدم كverb أو فعل عادي زي وزي أي فعل عادي بيجي في أي جملة يعني بيتشكل وبيتغير على حسب الزمن اللي مستخدم فيه الجملة يعني ممكن يبقى do, did, does, doing, done done اللي هي التصرف الثالث ليه do ليه past participle طيب إيه استخدامات الفعل do بيستخدم مع الواجبات والمهمات وفي الغالب بتبقى المهمات المنزلية أو الواجبات المنزلية I do my homework everyday أنا بعمل الواجب بتاعي كل يوم She does the housework everyday هي بتقوم بالأعمال المنزلية أو بتقوم بالعمل المنزلي كل يوم هنا دو جملة جات فيها do وجملة جات فيها دازقونة هي تشكل على حسب الزمن المستخدم في الجملة وهنا طبعا الحاجتين دول متعلقين بالأعمال المنزلية برضو ممكن أقول I'm doing the cooking أنا أقوم بالطبخ الفعل دو بيستخدم في إيه تاني؟ بيستخدم مما يكون عايز تعبر عن فعل شيء غير محدد يعني أنت هتعمل حاجة بس ما انتش محدد في الكلام إيه هي الحاجة دي I have to go I have something to do أنا لازم أمشي أنا في حاجة هعملها هنا أنا محددتش الحاجة اللي أنا هعملها فاستخدمت معاه الفعل دو من استخدامات الفعل دو كمان إن إحنا ممكن نستبدل الفعل الأساسي اللي في الجملة بالفعل دو يعني نشيل الفعل اللي كان موجود في الجملة ونحط مكانه دو وده في حالة لو المعنى كان واضح قدامي I'm doing my hair يعني أنا بعمل شعري دلوقتي الفعل الأساسي اللي كان في الجملة ممكن يكون بروش اللي هو يسرح بالفرشة فأنا استبدلته بالفعل دو I'm doing my hair يعني أنا بسرح شعري هنا المعنى واضح بالنسبة لإن أنا بسرح شعري أو هو بسرح شعرها أو هي بتسرح شعرها فاستخدمت دو مثال تاني She does the dishes Dishes يعني الأطباء طيب هي بتعمل الأطباء بتعمل إيه في الأطباء طبعا المعنى الأساسي الفعل الأساسي اللي كان في الجملة اللي هي واش يغسل هي بتغسل الأطباء فالمعنى واضح بالنسبة لي فاستخدمت دو طبعا هنا عشان في present simple قلت دو دفتل دو إس فطبعا هنا المعنى واضح قلت She does the dishes يعني هي بتغسل الأطباء ودي كانت بعض استخدامات الفعل دو نجي بعد كده لاستخدام الفعل make make يعني يصنع يجعل يقوم بعمل شيء يقوم بصنع شيء وطبعا المعنى بيختلف على حسب استخدامه وبرضه بيتغير ويتشكل على حسب الزمن المستخدم في الجملة يعني ممكن يبقى make makes made اللي هو التصريف الثاني أو past made اللي هو التصريف الثالث making اللي هو الverb plus ing ممكن ييجي بأي شكل من دول على حسب الزمن المستخدم في الجملة الفعل make بيستخدم لوصف بعض تفاصيل شيء مصنوع أو منتج معي this book is made of paper الكتاب دوت مصنوع من الورق طبعا هنا made اللي هي التصريف الثاني بتاع made فاستخدمتها لوصف الشيء المصنوع دوت مصنوع من ايه أو مصنوع لأيه أو مصنوع فيه this bag is made in egypt الشنطة دي مصنوعة في مصر برضو استخدمت الفعل make أو التصريف الثاني بتاعه اللي هو made لوصف بعض تفاصيل شيء مصنوع أو صنع شيء الفعل make بيستخدم كمان لما كنا عايز تعبر عن ردة فعل reaction لشيء معين وفي الوقت دوت بتبقى معناها يجعل يعني ايه الكلام دوت this film makes me laugh يعني الفيلم دوت خلاني اضحك او بيخليني اضحك او بيجعلني اضحك هنا استخدمت make لتعبير عن ردة فعل اللي هي الضحك this story makes me happy القصة دي بتخليني او بتجعلني سعيد هنا برضو make استخدمتها للتعبير عن ردة فعل اللي هو السعادة من خلال قراءة هذه القصة بنستخدم الفعل make كمان لما يكون فيه ترتيبات لحاجة في المستقبل او اتخاذ قرار معين she is making a cake for my birthday هي بتعمل او بتصنع الكيك لعيد ميلادي هي مش بتصنع في نفس وقت عيد الميلاد لا هي بتصنع الكيك يبقى معنا كده ان الموضوع دوت قبل عيد الميلاد او قبل حفلة عيد الميلاد يبقى انا كده بعمل حاجة او باستخدمتها لحاجة مترتبة للمستقبل you have to make a decision right now انت لازم تاخد قرار دلوقتي استخدمت هنا make برضو لاتخاذ قرار الفعل make كمان بيستخدم مع الاكل والشرب او مع عمل الاكل والشرب I'm making a cup of tea انا بعمل كباية شاي انا بعمل كباية شاي دلوقتي فانا استخدمتها مع الشرب ان انا بصنع حاجة اشربها او بصنع كباية شاي او بعمل كباية شاي she made a cake هي عملت كيك هي صنع كيك برضو جي مع الاكل في شوات استخدامات مختلفة للفعل make please don't make noise من فضلك لا تصدر دوضاء هنا استخدمتها مع صوت او اصدار صوت من مكان اخر او من شخص اخر may I make a call please ممكن اعمل اتصال لو سمحت هنا برضو استخدمتها في حاجة متعلقة بالصوت او متعلقة بالتواصل مع الاخرين he makes a lot of money هو بيعمل فلوس كتير بيعمل ايه بيكسب فلوس كتير او بيحصل على فلوس كتير باي طريقة ما I make friends everyday انا بكون اصدقاء وبكون صدقات كل يوم وده كان بشكل عام استخدام الفعل do واستخدام الفعل make اتمنى ان اكون قدر توصل المعلومة واتمنى كمان تكون استفدت منها لا تنسى شركة like and subscribe and share thank you for watching وربنا وفعنا جمعا ان شاء الله السلام عليكم